لازال بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في كودفور يعني بشكل عام بتشهد طبعا مفاجآت سواء في النتائج سواء في الخروج المتتالي للمنتخبات الكبيرة مبرح كان الجزائر المحارضة تونس ربنا أسطر على المغرب وإن كان المغرب متقدمة بهدف في التوقيت الحالي لكن عموما يعني أداء المنتخبات بشكل عام حتى المنتخبات الكبيرة منتخب غيرا كمان خرج من البطولة نيجيريا خرجت آرض عبد العالي قال لك الكلام ده قبل ما نبدأ البطولة مع بعض وده يمكن وقعية طبعا هنا البرنامج إن احنا بنقول لك الحقيقة وبنقول لك كل حاجة لكن في نفس الوقت طبعا يهمنا جدا جدا المنتخب الوطني لكرة القدم وبشكل عام يعني الناس طبعا من ده جدا من الأداء يمكن كمان الجانب الدفاعي وجانب حراسة المرمى قبل إصابة محمد شناوي إن المنتخب الوطني لأول مرة في ثلاث مباريات بيطلقى ست أهداف وفي نفس الوقت سجل ست أهداف النحية الهجومية يمكن أفضل نسبيا من النحية الدفاعية وده يمكن يمثل صداع كبير جدا جدا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني إلى جانب الإصابات المتتالية بدأت طبعا بالنجم الكبير النجم العالمي محمد صلاح ثم محمد شناوي الحارس طبعا المخضرم والحارس الأساسي اللي بيتواجد حاليا في ألمانيا وأجرى بعض الفحصات الطبية وخلال ساعات سيجري جراحة في الكتف طبعا نتمنى له طبعا كل الشفاء واحد من أهم الحراس التاريخيين سواء للنادي الأهلي أو لمنتخب مصر وبالتالي بدأ يبقى فيه تخوف في حراسة المرمى في طبعا وجود محمد أبو جبل كحارس وله خبرات سابقة في البطولة الماضية في أمم إفريقيا ده يمكن مطمن شوية بعض الناس لكن المستوى والأداء الدفاعي للمنتخب الوطني هو اللي بيزيد من قلق الجماهير المصرية والنقاد والخبراء مين اللي هيلعب الفترة الجاية تم الدفع بمحمد أبو جبل في الدقائق الأخيرة بعد إصابة محمد الشناوي في مباراة الرأس الأخضر اللي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 هل محمد أبو جبل هل أحمد الشناوي مدى تأثر المنتخب بغياب محمد الشناوي اشتركوا في القناة